مصر بتشارك بـ 72 دراسة إكلينيكية على فيروس كورونا بأفريقيا من أصل 96 دراسة أوضحت أكاديمية البحث العلمي إن إجمال الجهات المصرية المشاركة في الدراسات بلغ 26 جهة مصرية إحنا معنا على الهاتف دكتور محمد رمضان مدير المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي إحنا فقدنا الاتصال طيب لحين ما نعاود الاتصال خلينا نشوف خبر خاص بالحر ودرجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية إن بعد الارتفاع اللي إحنا كنا فيه الفترة اللي فاتت دي ودرجة الحرارة العالية من يوم الجمعة اللي فاتت درجة الحرارة من الأربع هتنزل بمعدل أربع درجات مقوية وده خبر كويس حزرت منظمة الصحة العالمية من إضعاف الجهاز المناعي وصحة الإنسان عن طريق تعاطي المواد المخدرة مؤكدة إن تأثير المخدرات على صحة الإنسان بيؤدي لنتائج أسوأ من مرض فيروس كورونا المستجد لافتة إلى تأثير الخطير للمواد المخدرة على الرئة ونشرت صفحة منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر صورة توعوية وكتبت في التعليق بتاعها لا تضعف جهازك المناعي وصحتك إحنا معانا على الهاتف دكتور جمال عسمت مستشار منظمة الصحة العالمية مساء الخير يا دكتور أهلا بحادثتك معانا أهلا بحادثتك التدخين أكيد بيقلل المناعة وأكيد ده بيكون له تأثير على سهولة إصابة الشخص المدخن بفيروس كورونا بس برضو الأكيد إن الشخص المدخن مش هيقدر في يوم وليلة إن هو يمتنع عن التدخين بس ممكن ننصحه بإيه لحين يعني ولو بشكل تدريجي علشان يحمي نفسه من الإصابة بفيروس كورونا هو طبعا التدخين ذي ما حضرتك قلت لي مش بس إن شكله على فيروس كورونا مشاكله في أشياء أخرى معها القلب والرئتين وحتى احنا تخصصنا في الجهاز الهضمي وضح إن المدخنين أكتر عرضة للإصابة بمشاكل فيروسي وبحضوص التأثير وحضوص أورام الكبد فهو طبعا مش تجدير جدا وعدد الأسراد اللي بيتوافوا نتيجة التدخين على مستوى الآن بالمشاكل الصحية اللي بيواجهها أي حد لكن زي ما أنت حضرتك قلت نقدر ننصح المدخنين بإيه طبعا أهم حاجة هم اللي بيواجهها عن التدخين والقرار ده الحقيقة أنا مش معه إن هو يبقى قرار تدريه معه إن هو يبقى قرار ثوري يعني لازم يبقى فيه إرادة قوية التدخين بالوقت لأن كتير جدا عملوها ويمكن يعني الأستاذ صراح منتصف في حضرة كبيرة جدا كان بيتولى هذا الموضوع إن اللي عنده رغبة في التدخين هيقدر يوقفه لو فعلا عنده هذه الإرادة وقدر أنه يقدر يوقفه وده إحنا لاحظنا معنات كتيرة جدا لما وعيناهم ونالك في دائل طبعا الواحد ممكن يهتم بيها لكن ما هيش السجائف الإلكترونية ولا هي الحاجات دي نعم تأثيرها هو هو على معتقد يعني نعم تأثيرها هو هو على معتقد يعني آه آه طبعا لكن اللعب الرياضة الانشغال بحاجات تانية طب التدخين السلبي للمجاور للشخص كنت أزال حراتك عن التدخين السلبي الشخص المجاور لشخص المدخن هل ده برضو بيأثر على منعته بنفس الشكل خاصة نفس الأثر بتاع التدخين الإيجابي بس طبعا المشكلة في التدخين السلبي أن أنت بتتعرض له وانت في نفس الوقت ما عندكش أي مناعة لك فالتدخين السلبي مدد نفس التأثير بتاع التدخين الإيجاب عشان كده احنا دايما بنقول إذا كان انت لك رغبة أنك تضر فلو سمحت ما تضرينيش معاك وما تدخلش أنا بشكر حراتك جدا دكتور جمال أسمة مستشار منظمة الصحة العالمية على مدخلات